بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي ببرقية تهنية إلى قدسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريارك الكرازة المرقصية وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وفي برقياته أعرب الرئيس السيسي للبابا توادروس الثاني ويجاميع الإخوة الأقباط عن أخلص التهاني القلبية وأصدق التمانيات بعيد سعيد وأن يعيده الله عليهم بكل الخير والسعادة كما أشهد الرئيس السيسي بقوة التلاحم والترابط بين أبناء مصر من مسلمين وأقباط في المسيرة نحو المستقبل المنشود لهذا الوطن العزيز مؤكدا أن الوحدة الوطنية هي ركيزة رئيسية للتنمية والتقدم وأن تماسك النسيق الوطني لهذا الشعب العظيم هو درعه الحامي وحصنه المانية كما بعث الرئيس السيسي بتهنية بالعيد إلى أقباط مصر بالخارج نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم أعرب فيها عن أصدق تهنية القلبية بالعيد وخالص تمنيته لهم بالنجاح والتوفيق ولمصرنا الغالية ولكل أبنائها بدوام التقدم والرقي والازدهار